الاتفاق السعودي الإيراني تبني عليه طهران آمالا باستقرار أوسع في المنطقة الجانب الإيراني يؤكد أن هذا الاتفاق سيفتح مجالات لتعزيز العلاقات مع بقية الدول مما سيؤثر إيجابيا على الأمن والسلام بمنطقة الخليج وفي الإطار الثنائي كشفت الخارجي الإيراني أنه تم الاتفاق على مكان عقد لقاء وزيري خارجية إيران والسعودية وسيتم الإعلان عنه لاحقا فأي آفاق لهذا الاتفاق على الاستقرار في المنطقة وأي دول تسعى إيران لتعزيز العلاقة معها بعد السعودية للنقاش رحب بضيفي من طهران أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قمة دكتور أحمد مهدي أهلا بك دكتور أحمد يعني بداية ما هي الملفات الرئيسية التي ستنعكس عليها هذا التقارب الدبلوماسي بين الرياض وطهران في البداية أوجه التحية لك والزملاء ولمشاهدي قناتكم وشكرا على الاستضافة أهلا بك بالطبيعة الحال هذه البداية الطيبة في العلاقات وفي مأسسة الدبلوماسية وفي عادة فتح السفارات بين إيران والسعودية باعتبارهما بلدان كبيران في منطقة الشرق الأوسط وعلى ضفتي الخليج الفارسي لا بد أنها ستترك تأثيرات كبيرة ليس على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية سواء في المجالات الاقتصادية والثقافية وغيرها من الأمور وإنما ستترك أيضا تأثيرات إيجابية على البلدان الأخرى لا سيما الخليجية التي هي في واقع الحال لا ترتبط بعلاقات طيبة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا سيما البلدان الأعضاء في مجلس بعض البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي هذا من جهة ومن جهة أخرى هذه العلاقات ستترك تأثير أوسع ربما على البلدان العربية الأخرى البعيدة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية والتي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران كمثلا مصر والمغرب طبعا مصر هناك مكتب يرعى المصالح الدبلوماسية بين البلدين ولكن بطبيعة الحال هذه العلاقات أو بداية مأسسة العلاقات ستترك أيضا تأثيرات سياسية ودبلوماسية هذا بالكلام العام دكتور أحمد المتحدث في اسم الخارجية الإيرانية قال أن هذا التطور الإيجابي سينعكس على ملفات عدة وإيجابية وسيكون له نتائج إيجابية وجيدة فيما يتعلق بالشأن اليمني هذا الأمر مهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية إذا تغير ما يتعلق بدعم الحوثيين ما الذي يمكن أن يتم بالتغير هذا والتقارب الدبلوماسي كيف يمكن التعاون والبناء عليه عمليا ما الذي يمكن أن يشهده الملف اليمني في هذا الصدد لا شك وحاولت إيران والسعودية كلا الجانبين حاولت تقديم هذا الملف في التفاوض ولكن بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية تم ترحيل هذا الملف إلى سنوات وفي بداية الحرب دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية السعودية إلى وقف القتال وطرحت مبادرة على لسان أو قدمها وزير الخارجية الإيرانية السابق محمد جواد ضريف ولكنها رفضت باعتبار تطورات الحرب في ذلك الوقت كانت بشكل آخر أما حاليا في السعودية تبذل الجهود لوقف الحرب سيما وإن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان الرئيس جو بايدن الذي قال في بداية حملاته الانتخابية بأنه سيوقف الدعم التسليحي للسعودية من أجل وقف الحرب كل هذه التأكيدات والتطورات وعدم خسارة فريق معين في الحرب وعدم الانتصار الساحق لفريق آخر هو في الحقيقة دعا كل الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والبد بمفاوضات الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها تدعم حركة أنصار الله على الصعيد السياسي إذن يمكن القول بأن هذا الملف سيأخذ طريقه إلى الانفتاح وإلى الدول الواسية ما المعادلة التي يمكن أن يتم إسقاطها على هذه الأزمة فيما يتعلق بالملف اليمني إذا أخذناه كنموذج يمكن البناء عليه لعودة هذه العلاقة ماذا يتوقع؟ نعم من المتوقع أن تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كوسيط أساسي في الملف اليمني وتحاول جمع الأطراف بالإضافة إلى السعودية باعتبارهما راعيين لعملية السلام ويتتحول الهدنة الحالية الموجودة في اليمن إلى السلام ومن ثم تبدأ عملية المصالحة بين جميع الأطراف اليمنية بشرط أخذ بنظر الاعتبار الظروف الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني من قبيل فتح الموانئ والمطارات وغيرها من الظروف الإنسانية وهذا ليس مستبعدا في واقع الحال باعتبار أن السعودية وافقت على الهدنة وربما يحصل هناك اتفاق على السلام غير البعيد والمنشود في المستقبل المنظور بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأن السعودية كانت سابقا تريد وضع ملف اليمن على طاولة المفاوضات مع إيران كانت إيران تقابل ذلك بوضع شرط أولا بعودة العلاقات الدبلوماسية مع سعودية ومن ثم يتم فتح العديد من الملفات ومنها اليمن والآن الطريق سالكة لوضع هذا الملف على طاولة المفاوضات بين البلدين وقال ما كان دكتور أحمد أما أن البلدان لازلت في مرحلة جس النبض انصح التعبير باختصار ماذا تقول لا 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 الطريق يعني ليست سالكة تماما وليست شائكة تماما وإنما هناك حد وسط يرتبط هذا بواقع أن الحرب في اليمن يعني مستمرة لأكثر من سبعة أو ثمانية سنوات وهذا يتطلب المزيد من التفاوض والحوار بين البلدين ثم يجمعان الأطراف اليمنية وهذا الأمر ليس بالمستحيل ولكنه ليس بالأمر اليسير إلا أنه ممكن التحقق باعتبار أن البلدين تغلب على أهم عقبة أساسية في إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وباقي الملفات الأخرى التي ترتبط بكل منهما سيكون ثانويا بالنسبة لهذا الملف الرئيسي وهو إعادة فتح سفارتي البلدين في البلد الآخر أشكرك الدكتور أحمد مهدي وستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم كنت معنا من طهران شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا